اشتركوا في القناة نتوقع اليوم مع الأستاذة تميمة محمد النيسر مديرة إدارة الأنشطة الوطنية بمؤسسة وطنية الإمارات لنتحدث عن هذا المفهوم من القيم الإماراتية الأصيلة أهلا وسهلا فيك أستاذة تميمة مرحبا فيك أخوي محمد إذا تكلمنا عن الهوية الوطنية وطبعا مؤسسة وطنية تعنى بتعزيز هذا الجانب من الهوية الوطنية والانتماء وتحقيق أيضا المفهوم المواطنة الصالحة كيف قامت المؤسسة بمثل هذا الجانب؟ تعد الهوية الوطنية من المواضيع الأساسية التي تهتم فيها الدولة ولتسعى لتحقيقها وتعزيزها لدكافة أفراد المجتمع ومن ثم فأن المواطنة الصالحة والهوية الوطنية عملها مرتبطان إحدهما بالآخر فإذا تحقق الأول بي تحقق الثاني والمؤسسة طبعا تعد من أهدافها الاستراتيجية العمل على تعزيز الهوية الوطنية والغرس المواطنة الصالحة وترخصيخ القيم المجتمعية الإماراتية لدكافة أفراد المجتمع سواء كان إماراتي أو مقيم إذن إحنا بيأخذنا لجانب آخر حقيقة يوم شخص يسمع عن مؤسسة وطني الإمارات يعتقد بأن المؤسسة فقط أهدافها واستراتيجياتها وأنشطتها ومبادراتها كلها في الجانب الإماراتي فقط المواطن الإماراتي لكن من خلال حديثك أنا لمست أن المقيم يدخل في هذا الجانب كيف يدخل المقيم في أنشطتكم ومبادراتكم؟ طبعا مثل ما وضحت لك قبل شوي أن إحنا كل أنشطتنا وبرامجنا موجهة لكافة فئات المجتمع باختلاف أطيافهم وأجناس وجنسياتهم وبالتالي إحنا نستهدف الإماراتي والمقيم سواء من الأطفال سواء من كبار المواطنين أو الشباب أو الأسر أو أصحاب الهمم كل هذه الفئات معنية ببرامجنا وأنشطتنا طبعا مثل ما إحنا نعرف المواطنة الصالحة عبارة عن ممارسات وبالتالي كل الأنشطة والفعاليات والبرامج والأنشطة اللي يصدنا في ذها المؤسسة تعمل على تعزيز هذه الممارسات لغرس هذه القيم في المجتمع خلينا نتكلم بصورة أوضح حقيقة إذا تكلمنا عن المواطنة الصالحة المواطنة الصالحة هي ممارسات مثل ما ذكرت ساذة ميمة الممارسات هذه يشترك بها المواطن والمقيم إذا تكلمنا عن الهوية الوطنية يشترك فيها كل شخص يبحث عن هويته يبحث الهوية هي التي تعرف الشخص بذاته بأنه لديه واجبات وعليه مسؤوليات المواطنة الصالحة هي ممارسات يعني أنا كمقيم على أرض الدولة لدي أنا واجبات أقوم بها حتى أنا أدخل في تحقيق مفهوم المواطنة الصالحة بس أبوضح نقطة الهوية الوطنية عبارة عن الولاء والانتماء يعني إحنا من خلال الهوية الوطنية نغرس مفهوم الولاء والانتماء لدى كافة أفراد المجتمع وبالتالي المفهوم يختلف عن المواطنة الصالحة المواطنة الصالحة هو وقت ما بيكون الفرد عنه يقدم مصلحة الوطن على مصلحة الشخصية وذاته وبالتالي يتم هذا بعد ما يتم تعزيز المفهوم نفسه كما أنا بيكون بعزز في المجتمع بأفراده باختلاف الموجودين عنه الاعتزاز بالهوية الوطنية معنات أني أنا سأعتز بوجودي في الدولة أفتخر بتاريخي أفتخر بولائي لقيادتي بانتمائي لهذا الوطن بعاداتي تقاليدي وحافظ عليهم هذه هويتي الوطنية أما مثل ما قلت لك الموارسات أما المواطنة الصالحة ما هي إلا أني أنا ياسا أني أوظف ما الانتماء والولاء والحفاظ على مكتسبات الدولة كل الأمور هاي أوظفها من خلال مواطنة الصالحة يعني أنا الحين يوم عندي تاريخ لبلادي أنا أحافظ عليه كيف أحافظ عليه أوش أني أنا أفتخر بوجودي فيه كممارسة ما أرضى حد يتكلم على وطني جميل يعني إذا إحنا تكلمنا عن نقطة أيضا إذا تكلمنا تحقق مفهوم الهوية الوطنية وآتى من بعدها الولاء والانتماء لهذا الوطن ومارست من خلال ممارساتي حققت مفهوم المواطنة الصالحة أكون أنا وصلت إلى درجة انتمائي لهذا الوطن ومحافظتي على مكتسباته نبقى نتحدث عن شعار مؤسسة وطني الإمارات أنا شفت من خلال الشعار موجود البصمة فبالتأكيد لمؤسسة وطني الإمارات هدف من وضع شعار البصمة أو البصمة في شعارها نعم للبصمة الموجودة في شعار المؤسسة لها هدف لأن إحنا من خلال هاي البصمة سنبرز للعالم أو للمجتمع نفسه لكل فرد لبصمة وأثر في بناء المجتمع وتطويره وتنميته جميل نتحدث عن مؤسسة وطني ومبادراته بترك بصمة في هذا المجتمع من خلال الاهتمام بتعزيز الهوية الوطنية الانتماء جميع أفراد المجتمع يستفيدون من برامج مبادرات المؤسسة لو تحدثين أستاذة ميمة عن مبادرة من المبادرات التي ترونها حققت بالفعل هدف حققت بصمة تركت أثر في المجتمع وفي أفراده من ضمن البرامج اللي نختص فيها الأختصت فيها المؤسسة وتم إطلاقها في 2019 عن برنامج سفراء الهوية الوطنية الإماراتية واللي من خلالها نبني قاعدة من سفراء في الهوية الوطنية الإماراتية من الشباب طبعا من خلالهم نحن نحصن ليش تم إطلاق البرنامج هذا لتحصين الشباب من أي مهددات قد تؤثر على أخلاقياتهم على هويتهم الوطنية على انتماءهم على عداتهم على تقاليدهم وبالتالي يكون في مثل السد أو حصانة لأي اختراق من أي مهددات ممكن تأثر عليهم سلبا في هويتهم في كل ما أنت ذكرتها أستاذة تميمة من موضوع سفراء فالسفير كما نعلم باللغة أن الذي يعني ينشر مفهوم أو يهتم بأمر بشكل شامل وليس لمصلحته الشخصية فأنتم بهذا السفير هل تثقفون هذا الشخص وتجعلونه حصين في هويته الوطنية انتمائه تراثه أم أيضا يقوم بنشره يعني أنتم تنشئون سفراء نعم احنا طبعا من خلال البرنامج مش فقط تدريب أو تأهيل لا احنا تدريب وتأهيل وتمكين وبالتالي احنا من خلال التمكين هذا نعد برامج أخرى يتم يتواجد فيها هذا السفير في هذا المجال من خلال تنفيذ الورش والمحاضرات سواء كانت عن طلبة المدارس أو حتى للجهات الحكومية لتعزيز هذا المفهوم لتحصين المجتمع من أي ممارسات خاطئة قد تؤثر على هويتهم وعلى مواطنتهم كمواطنين صالحين في هذا المجتمع البرنامج هذا اللي هو سفراء الهوية الوطنية نعم إذا تكلمنا عن نتائج أرقام مثلا إذا ذكرنا يعني هل هناك مثلا استفادوا من هذا البرنامج هل هناك دورات معينة أو فقط دورة واحدة لا هي طبعا المستهدفة طبعا البرنامج تم اطلاقها بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب ونستقطب في الشباب من الإناث والذكور تم تخريج الدفعة الأولى طبعا في إمارة أبوظبي والدفعة الثانية كانت من إمارة دبي وبالتالي إحنا طبعا المخطط لأن يكون عندنا سفراء من إمارات الدولة كلها على أساس أنه فعلا يتم استثمارهم في تطبيق الورش ونشر التوعية في مجال الهوية الوطنية إن كانت سواء من خلال تنفيذ ورش وطنية أو محاضرات توعوية أو حملات ممكن يساوونها من خلال هاي المجموعة على مستوى إمارات الدولة إذن السفير بعد انتهاء هذا البرنامج من التدريب ومن ثم التمكين يستطيع أن يكون سفيرا لوطنه لدولة الإمارات أعدته مؤسسة وطن الإمارات ليقوم بمهام السفير الذي ينشر المعاني والقيم ويقوم بها الدورات وورش كما ذكرت برنامج رائع حقيقة يعني نجد فيه صناعة قيادات فكل شكر للمؤسسة في البداية الأمر الآخر اللي نتكلم فيها والذي نراه مهم في مثل هذا الموقف أو في مثل هذه الحلقة يوم العلم مناسبة وطنية يحتفل بها الكبير والصغير ولمؤسسة وطن الإمارات أيضا بصمة في هذه المناسبة ممكن تخبرين عنها؟ يوم العلم طبعا من المبادرات الوطنية اللي تشرف عليها المؤسسة واللي تحتفي فيها الدولة من صغير لين كبير من جهات حكومية من إماراتيين ومن مقيمين احتفاءا برمز الدولة العلم اللي هو رمز سيادتها ووجودها وكيانها ويشارك في هذا الحدث عدد من الطلبة من إمارات الدولة خلينا نتكلم عن يوم العلم يوم العلم طبعا هو الاحتفال بالرمز راية الاتحاد رمز الإمارات علم الدولة ويشارك فيه كما ذكرت استاذة ميمة يشارك فيه الكبير والصغير الأفراد ويشارك فيه المجتمع بالكامل أيضا نجد المنازل تشارك فيه الأسر يرفعون العلم على منازلهم المؤسسات الحكومية الخاصة الجميع يرفع العلم لكن هناك بعض الأشخاص نرى أنه قد يرفع العلم بطريقة خاطئة ليس لديه ثقافة احترام العلم هو يحترم العلم لكن ليس لديه طريقة الحفاظ على هذا العلم فهل لدى المؤسسة برامج توعوية في هذا الجانب؟ طبعا احنا قبل ما نبتدي يوم العلم يكون عندنا حملة اسمها حملة حماة العلم حملة حماة العلم حملة يتم تنظيمها والإشرف عليها من المؤسسة والمطوعين المؤسسة يتم من خلالها نشر ثقافة احترام العلم يتم توزيع العلم على المنازل على الجهات الحكومية على طلبة المدارس احتفاء بهذا اليوم ونفس الوقت خلال توزيع العلم يتم توعيتهم بكيفية الحفاظ على العلم ماهية العلم كيف ممكن التخلص حتى من العلم بطريقة نحافظ على هذا الرمز كرمز للدولة يعني هناك توعية ببروتوكول احترام العلم ببروتوكول احترام العلم طبعا يشمل كثير من الجوانب سواء كان على الصعيد الفردي ولا على الصعيد المؤسسات طريقة رفع العلم ألوان العلم هناك أيضا وجدنا دورات للمدارس على مستوى يعني الفصول الدنيا في المدارس سواء كان الأول ولا الثاني إلى ما نصل فيه للمراحل الكبيرة هناك تعليم وإرشادات وبروتوكول توجهون فيه الطلبة كيف منهم صغار يحافظون على العلم أيضا هناك طريقة لطوي العلم اللون الأحمر يكون هو في الغلاف للعلم ماذا ترون في مثل هذه البرامج؟ هل هي بالفعل مهمة للطلبة؟ كون العلم رمز سيادة الدولة ومن واجب كل مواطن إماراتي الحفاظ عليه وحتى مش بس هو يعني ممن بس الإماراتي حتى من متواجد من يكون حتى المقيمين على أرض الدولة يعرفون هاي القواعد اللي خاصة بالحفاظ على العلم وبروتوكولا وذلك حفاظا عليه لذا من الضروري أن يكون فيه توعية للنشأ والشباب بضرورة الحفاظ على العلم وعدم مثل إحنا ما نعرف أنه فيه وايد دول قامت باستخدام العلم في أمور ما يتم ذكرها من الضروري القيام بتوعية المدارس طلبة المدارس والشباب والمجتمع ككل بالحفاظ على العلم كرمز سيادة الدولة وعدم تجاهل أهميته وقدسيته لذا مفروض أننا كل واحد منهم يعرف كيف يحافظ عليه كيف يطيه حتى الماء نحافظ لأن نحن نشوف فعلا فيه وايد أعلام موجودة بالية هذه النقطة أنا فعلا كنت أكلمت فيها سبكتيني أستاذ التميمة أن في بعض المنازل نجد أن العلم يعني الأهالي يبادرون حقيقة برفع العلم على منازلهم لكن قد يمر على العلم سنوات وهو مثلا ما انتبه للعلم قد يكون بالي العلم أو ممزق فوجدنا فعلا هناك دور لمؤسسة وطني بمحاولة تستبدال هذه الأعلام تخبريننا عن هذه التجربة مثل ما تفضلت أخويا محمد فعلا لا لوجود مثل هذه الظواهر احنا أو مثل هذه الظاهرة قمنا بعمل القيام بحملة حماة العلم اللي من خلالها يتم رصد المنازل اللي عليها أعلام بالية وتوعيتهم بأهمية استبداله وكيفية حتى استبداله والتخلص من العلم البالي مبنى مجرد أني أنا هذا علم بشله وبحطيه أو بتخلص منه بطريقة تهينة لا هناك في طرق وفي أساليب في أسلوب كيف نتخلص من هذا العلم وإحنا محافظين على هذا الرمز وقصيته يعني هناك أيضا إذا تكلمنا عن موضوع العلم العلم لا يعتبر عبارة عن قماش بألوانه لازم العلم إذا فعلا انتهت مدة استخدامه هناك طريقة لوضع العلم في مكان معين أو إعادة تصنيعة يتم فصل الألوان الألوان العلم يتم فصلها ومن ثم تتخلص من العلم ما نتخلص من العلم ومع ألوانه لأنك أنت يا سسيء ويا لس أتهين علم بلادك صراحة جميلة هاي اللفتة يعني أن الشخص ليس مجرد احترام وإنما احترام بالتفاصيل أن العلم إذا كان لدي علم يعني لا يجوزع أو لازم من نفسي أنا ما أتلف هذا العلم إلا بعد ما أفصل ألوانه حتى يخرج من جو أن يكون علم متكامل أني أتلفه بالعودة لحديث الشستاذة تميمة عن حماة العلم لمست من كلامك أن هناك متطوعين يقومون بتوزيع العلم على المنازل وإرشاد الأهالي لكيفية استخدام العلم كيفية رفع العلم كيفية إطلاف العلم نفسه عندما يقومون بتنزيله من المنزل يقوم بترتيبه بطريقة معينة يفصل الألوانه ثم يضعه بطريقة معينة السؤال اللي أنا أبا أتكلم عنه بما أن مؤسسة وطني الإمارات أول مؤسسة لها عضوية في الاتحاد العربي للتطوع التابع لجامعة الدول العربية ما دوركم في مجال التطوع؟ نعم لنا دور في التطوع سواء كانت على مستوى الدولة أو خارجها فالتطوع طبعا إحنا عنا تطبيق يوم لدبي اللي قام بإطلاقه اسموه شيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي ولي من خلاله ننشر ثقافة التطوع لو الواحد فينا يتطوع يوم واحد لدبي التطبيق كما ذكرت هناك كان تطبيق ولا زال تطبيق يوم لدبي شو الهدف من التطبيق؟ هل فعلا تطبيق له دور في مجال تنظيم العمل التطوعي لديكم؟ أكيد وجود مثل تطبيقات هذه الذكية تساهم وتساعد بشكل كبير على تنظيم العمل التطوعي بحيث أن المتطوع أول شيء يختار الوقت اللي هو بيتطوع فيه يختار نوع الفعالية اللي تتناسب مع مهاراته وتتناسب مع وقته بالإضافة أنه في بعض المثلا كانت فيه بعض التطوعات التخصصية هاي طبعا بتفيد حتى المتطوع اللي يبغي تطوع في مجال التخصص اللي هو يعني تخصصه فبالتالي أكيد أنه ياسع أول شيء أن ينظم عملية التطوع بشكل عام على المتطوعين ثاني شيء حتى يوفر الجهد على حتى المتطوعين أنه بدل ما يصيرون يبحثون عن فرصة طوعية من مكان إلى آخر أو اتصالهم بالجهات التطوعية لا فيه تطبيق متوفر فيه جميع الفرص التطوعية وتتناسب مع حتى المواقع إن كان قريب من منازلهم أو بعيد عن منازلهم أو حتى في المواعيد أو الفترات اللي تتناسب أو حتى بالأيام في حد ممكن يقول أنا طوع مدد أسبوع في منهم يوم في منهم حق فئة معينة في حد الأطفال في حد لا كبار المواطنين حسب اهتماماته وحسب تخصصه بعد إذن يعني خلينا نتكلم التطبيق ينظم عمل المتطوع بنفسه يستطيع المتطوع أن يختار الفعالية اللي يبغيها يستطيع المتطوع إدارة ساعاته أيضا هل هناك مثلا المتطوع يستطيع أن يطلع تقرير عن نشاطه في التطوع وشهادات أيضا نعم هذا طبعا متوفر سواء كان بالنسبة على المتطوع أو حتى الجهات اللي تعرض الفرصة الطوعية لهم القدرة على أن يشوفون الفعاليات اللي هم رفعوها يصطرون تقارير خاصة فيهم في الصفحة الخاصة فيهم من خلال عدد الفعاليات اللي هم طرحوها في المنصة للفرصة الطوعية أو حتى عدد المتطوعين اللي شاركوا عندهم أو بدأت تفاعلهم ويا الفعالية نفسها ونفس الوقت بعد عند المتطوع صفحة الخاصة فيه ممكن يطلع على شهاداته يطلع على الساعات الطوعية على الفرصة اللي هو ساهم وشارك فيها وغير فيه بعض مميزات ثانية هو يقدر يحصل عليها مثل جوائز تحفيزية من خلال تواجده في هذه المنصة لو تكلمنا عن التطوع لمؤسسة وطن الإمارات ولديها برامج كثيرة وأيضا قامت المؤسسة بتأهيل قيادات تطوعية من خلال برامج خاصة بالمتطوعين ساهمت بشكل كبير في بداية جائحة كورونا عندما انتشر هذا الفيروس كان لمبادرة يوم لدبي دور أيضا في هذا المجال وسمعنا عن مبادرة يوم لدبي وأيضا شاهدنا الستر الزرقاء لأن المتطوعين تنتشر في جميع إمارة دبي وقد تواجدت أيضا في الإمارات الأخرى حدثينا عن دوركم في هذا الوقت وكيف المتطوع فعلا أثبت بأنه فعلا قائد وأثبت أنه استطاع أن يلم بجميع الخبرات العلمية والعملية اللي أنتوا أهلتوا من أجلها طبعا إحنا من البرامج الطوعية اللي إحنا نفذناها لتأهيل وتمكين نماذج للتطوع وفي المسؤولية المجتمعية عندنا برنامج قد تطوع اللي تم تخريج 150 قائد حاصل على رخصة دولية في المسؤولية المجتمعية إلى جانب طبعا عندنا برنامج قيادي و2020 اللي كنا من خلال برنامج هذا كان برنامج عملي ونفس الوقت كان شق منه محاكاة خارج الدولة يعني كان جزء منه في الدولة وجزء منه خارج الدولة اللي من خلاله فعلا عدينا قادة في العمل التطوعي وفي المسؤولية المجتمعية أما بالنسبة لجائحة كورونا طبعا كانت في حملة مدينة اكتناديد أطلقها اسمه شيخ حمدان من خلال التطبيق وفعلا كان عنا 13 ألف متطوع في مجالات مختلفة ومن جنسيات مختلفة لبوا النداء وكانوا متواجدين في هذا الحدث تواجدوا في مناطق مختلفة على مستوى إمارات الدولة إن كانت في أكثر المناطق خطورة يعني أو في المحاجر أو في الإسعاف أو طبعا في التعقيم في توزيع السلات الغذائية لما كانوا قادرين لضرروا من الجائحة وما كان عندهم مواد غذائية تواجدوا في مواقع جد مختلفة سواء كان حتى في التفتيش على السلع خلال الجائحة كانوا متواجدين يعني بالفعل كانوا قادة بمعنى قادة في تحمل المسؤولية وفي المسؤولية المجتمعية ذكرتي جنسيات يعني ما يميز دولة الإمارات العربية المتحدة أن هناك تشكيلة جميلة لمن يسكن فيها يعني نجد هناك تآلف وتعايش تسامح بين الجميع من جميع الجنسيات اتضح هذا الأمر والقيمة هاي اتضحت عندما شاهدنا صور المتطوعين من جميع الجنسيات إلى جانب الجنسية الإماراتية المواطنين يقومون بهذه الأعمال الكبيرة في مثل ما ذكرتي أماكن كانت خطيرة أماكن كانت من المستحيل أي شخص في هذا الوقت أن يقوم بها كيف ترين أن العمل التطوعي يحفز الشخص أنه يقوي شخصيته يقوي حسه المجتمعي الإنساني ويبتعد عن كل الأشياء الشخصية فعلا نحن لاحظنا أنه كان في نسيج متناغم من الجنسيات بالرغم من اختلافها بالرغم من اختلاف الثقافات اللغات إلا أنهم تواجدهم كان فعلا بيّن الصورة اللي الدولة ستعززها وفعلا أنه أظهرت أن دولة الإمارات دولة أو بلد التسامح من خلال تواجد هذه الفرق المختلفة باختلافها باختلاف أطيافها في مثل هذه الجائحة اللي يعني فعلا كان لهم دور كبير برزوا هاي القيمة من خلال تواجدهم في هذا الوباع أنت ذكرتي قبل ما نطلع في هذه الحلقة يوم كان في حوار ودي بيني وبينك أن هناك أناس بالفعل أثناء الجائحة نعزلوا عن بيتهم ويو عندكم وقالوا لكم نحن نرهن نفسنا لكم في التطوع وبننعزل عن أهلنا وبنكونوا لأنه طبعا أصيبوا بكورونا في بدايتها فقط كان الهدف واحد اللي هو دعم جهود الدولة الدعم الاجتماعي للناس والمجتمعي وبذل البذل من هؤلاء الأشخاص خبرين عن هاي نماذج كيف تركت بصمة؟ مثل ما تفضلت أخوي محمد فعلا الجانب الإنساني اللي ظهرت فيه في الجائحة من خلال المتطوعين باختلاف جنسياتهم المتواجدة وباختلاف حتى المؤهلات العلمية اللي كانوا فيها فعلا ما كان هذا إلا نتائج أو نتيجة ما تقدمها الدولة من تعايش سلمي من استقرار من إحساسهم بالأمان في بلد السلام هل البلد المعطاء اللي ياسي يعطيهم ما كان إلا هذا رد جميل منهم للبلد فبالتالي شفنا هاي النماذج شفناهم كيف منهم بالرغم منهم كبار في السن إلا أنهم أصروا أنهم يكونوا متواجدين ويانا في الميدان في المستشفى الميداني في المحاجر في نايف تواجدوا ناس فعلا برزوا هذه القيمة اللي فعلا كانت نتيجة ما تقدمها الدولة من من أمن وأمان المقيمين على أرض الدولة الحمد لله نحن ننعم في دولة تحترم الجميع تحترم الإنسان في أكبر الجائحات اللي هي تعتبر كورونا اللي عصفت بالعالم كله إلا أن دولة إمارات بالفعل كانت مستقرة مستقرة قيادتها طمنت الشعب والشعب أيضا كان متماسك فعلا معاني كبيرة صعب إحنا ناخذها بحلقة كاملة نتكلم أيضا عن أصدارات المؤسسة بالفعل المؤسسة لم تقم فقط بالجانب الفعلي اللي هو تنظيم على خلق مبادرات مبتكرة وبناءة مع المجتمع هناك اصدارات المؤسسة قامت بإصدارها ولازلت مثل ما تفضلت أخي محمد إحنا تكلمنا عن موضوعنا اليوم عن الهوية الوطنية وفعلا إحنا عنا إصدار عن الهوية الوطنية يتكلم عن مفهوم الهوية عن المواطنة الصالحة مفهومها مدى علاقة المفهومين مع بعض مع الثقافة الثقافة الوطنية نفسها تبرزها وتوضحها إلى جانب طبعا مثل ما قلنا في الهوية الوطنية عن الاعتساس بالعدادات والتقاليد والفخر بالتاريخ من هالمقاومات بعد ومن هالمحاور عن إصطارات في في العادات والتقاليد عن كتاب السنع الإماراتي عن نموذج في التسامح عن كتاب نموذج التسامح في دولة الإمارات يعني كتاب السعادة يعني أنتو أخذتوا جوانب كثيرة يعني من من أهدافكم صنعتوا منها أيضا كتب تقرأ سواء كان في التاريخ في العادات والتقاليد في القيم الإماراتية الأصيلة من خلال هذه الأصدارات أوصلتم رسالتكم أوصلتم المعاني اللي أنتو تبحثون عنها في الحقيقة والله لا يمل ونرغب حتى أن نستمر ولكن مدة الحلقة لم تسعفنا ومشاء الله عندكم بحر من القيم بحر من المبادرات الكبيرة إذا ما تعطينا كلمة للشباب في ما يخص الهوية الوطنية نختم فيها هويتنا ثابتة بثبات قيمنا فبالتالي أتمنى من كل شاب وشابة ومن كل إماراتي متواجد ومن كل مقيم هويتنا هي ضمان استمراريتنا وهي لياسة مثلنا فمن ضروري أو من واجب علينا أن الكل يحافظ على هذه الهوية الوطنية لأنها عنوانها ولائنا لقيادتنا وانتماءنا لوطننا كل الشكر أستاذة تميمة على المعلومات القيمة على القيم التي تستحق بالفعل التمازج والتناغم والانسجام بين جميع فئات المجتمع جنسيات وأعراق وغيرها كل الشكر أستاذة تميمة على حضوركم اليوم وعلى المعلومات والمبادرات الرائعة التي بالفعل نحن أتحفتين فيها شكرا للجسادة تميمة والشكر موصول لمستمعينا على استماعهم الطيب بالفعل الهوية الوطنية كلمتين ولكن معناهما كبير للغاية ويحققان مفهوم المواطنة الصالحة التي ترسم لنا الطريق عبر ممارساتنا الصالحة شكرا لكم على متابعتكم ونلتقي معكم في حلقات قادمة بإذن الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر